أحياناً بيبقوا سمة واحدة وشكل واحد حتى في الأربعة، اثنين، أربعة، اثنين، ثلاثة واحد أحياناً بيلعبوها لما بيجي الحتة الدفاعية بإزاي بيطوروها بيطوروها بنفس الشكل تليم كلهم لأنهم بيعتمدوا على حاجتين في اللعبة بيعتمدوا على قفل المساحات بيعتمدوا على السابورت اللي أنت لازم تبقى طريقة هرامية في الدفاع وطريقة هرامية في الهجوم بمعنى أنك نفوذ المكان اللي أنت بتلعب فيه لازم يبقى فيه تلات لعيبة أثنين بيلعبوا كرة والثالث بيبقى السابورت بتاعهم وبعدين عندهم الميزة اللي هم ينقلوا الناحة التانية بيشتغلوا دابتوا على شمال أفريقيا غير حتى لو يوصل اللعيب الأفريقية الأعلى مستوى ليه بتبقى عنده حتة التكتيكية مش عالية قوي يعني حتى درقبة لما كان موجود حتى سامون إتو لما كان بيلعب فيه حتة اللي هي التصرع ولكن اللعيبة شمال أفريقيا دائماً للآخر بيشتغلوا مع عكل الآخر ففيه صعوبة في المباريات دي أنا ما أحبش أن أنا قابلهم بدر أحب قابلهم متأخر كيف يستعد مرسيل كولر لمثل هذه المباريات؟ هو أكيد الفترة اللي هو أضاها مع فرقة النادي الأهلي خد فيهم الثلاث مباريات الودية اللي هم كان آخرهم طلع الجيش وقابل أسوان وبترجت وهو مد يوم الحد راحة وهيبدأوا الاتنين عادي فده طبيعي بعد شغل إعداد أكتر من 15 يوم لابد أن يدي اللي هو اليوم الراحة أو أحياناً فيه مدربين يديه يومين على أساس أنه خلاص هو أولاً خد الجزء البدني في الإعداد والجزء الخططي والجزء اللي هو عايزه وبعدين لازم ينزل شوية يدي راحة هو الدهل لمدة 24 ساعة ويبدأ بكرة عشان خلاص بقى يستعد الاستعداد النهائي أو بدأ النهاردة التمرين بدأ النهاردة عشان يستعد الاستعداد النهائي للمباراة اللي هي تقام يوم تسعة يعني حوالي ست يام تقريباً فهو ده منطقي وهيبتدي بقى يركز على الأمور الأخيرة بقى اللي هي الشكل التكتيكي الأخير اللي عايز يلعب به العناصر اللي هو خلاص حط عينه عليها من هو الأساسي ومن اللي هيبقى احتياطي ومن اللي هيبقى خارج المجموعة اللعبة في المباراة الأولى وهو في أثناء بقى المباراة لأنه كل اللي أعمله مباراة ودية تلات مباراة من المباراة الجاية هيبتدي أول مباراة رسمية هيبتدي يكتشف أشياء أخرى هتضيف بقى المعلوماته هل الناس اللي هو كان واثق فيهم في التدريبات الودية فالرسمي هتبقى عند ثقةه في نفس الموضوع ولا لما بيخش تاحتمطش رسمي هيبتدي بقى يضغطه ويبتدي يبقى عنده قلق يبتدي إنتاجه يقل فهيبان ده كل الكلام ده مع الرجل في فترة الأسبوع ده فهو هيبقى شغله أكتر خططيا والحاجات بقى الدربات السبتة اللي هو خططيا عايز يعملها شكل اللعب الأخير من اللي هيبدأ المباراة لأنه خلاص هو دخل في الأسبوع الأخير اللي هو عشان يستعد الأول مباراة رسمية ويزي ما قلتلك أنه في أثناء بقى المباراة هيبتدي يكتشف أمور أخرى هو ما اكتشفهاش أو مش ما اكتشفهاش هو الطبيعي أنه لما بيلعب مباراة ودية أو إعداد في أمور هتختلف شوية لما ييجي يبتدي يلعب رسمي في حيث تقييمه لللاعبين من اللي عنده جلد من اللي عنده ثقة من اللي عنده إسرار من اللي بيلعب في المباراة الرسمية أفضل كل الأمور دي يبتدي يكتشفها في المباراة الأولى وعلى الأقل لتلات أربع مباراة عبر ما يستقر على الشكل اللي هو النهائي اللي هو حابب بيلعب به فأعتقد هو خلاص كده داخل على المرحلة الأخيرة للاستعداد للمباراة يعني من النواحة الخططية سواء في ضربات سابتة أو في شكل اللعب نفسه يعني طيب هل من وجهة نظرك برضو يا كابتل عادل الفترة اللي فاتت تخليه يضع يضع على التشكيل وهل سيكون فيه مفاجآة يعني أنتوا مش عايزين التكلم على تشكيل ولا حاجة ولكن أنا بشتكلم بشكل عام المدربين للأجانب أو السويسرين بيبقى ليهم تفكير عامل إزاي في مثل هذه الأمور هو بداية بيجي اعتمد على الفيديو ودائما بيبقى عندهم سابت في حتة يعني هم مش متسرعين يعني بمعنى أنه هو أي مدرب بيحط النفسه 25% من الإخفاق في تقييمه للعبين يعني ما ينفعش أن أنت تقيم لها 25 لعيب تقييم زي ما كانت أن أسامة قال هيكتشف قدام ممكن أنت شايفك في التمرين كويس قوي وأدائك في التمرين كويس ممكن يبقى في المباريات الصعبة ما بتبقاش جيد فيه واحد تاني بتحس أنه هو في المباريات الصعبة بتلاقيه موجود كل الحاجات دي اكتشفها على مدار الوقت ولكن في البداية أنه هو حتة التشكيل بتاعه حتة قناعاته باللعيبة أول حاجة قناعاته هتبقى فيها مساعدة شوية من الفيديو اللي قبل كده وعلى فرجته المباريات وعلى المباريات الودية ما أنت بنتكلم على مباراة ودية مستوى أقل من اللي أنت هتلعبه فممكن تفوجأ بالمستوى اللي هو المستوى الرسمي إنه هو أقوى وبالطريقة اللعبة اللي اللعبة يلعبوا فيها ممكن يكون فيه اختلاف في التاكتكس كتير مش معقولة ألعب فرقة مثلا درجة تانية في المباراة الودية وبعدين أعمل لها زون ديفينس أو أعمل دفاع متقدم أو أعمل ضغط مثلا طول التسعين دي فطريقة اللعبة اللي هيلعب بها أو التاكتكس اللي هيلعب بها هو أكيد حطه بداية لنفسه بمعنى أنه اتفرج على الفرقة الخصمة أكيد ودرسها كويس قوي ومن خلالها هيشوف هيعمل إيه في البدايات ولكن ما يقدرش يديك الخطوط كلها اللي هو بيفكر فيها وما يقدرش يا كابتن إسلام ودي حاجة مهمة ما يقدرش أنه هو طول الوقح يحسسك أنه طلع كل ما لديه مزبوط لازم وقت شوية وبعدين يبدأ يشتغل بتاكتيك آخر وبعدين ممكن يحس أن الطريقة دي لا تصلح معك مش طريقة اللعبة كاملة لكن الطريقة مثلا السنائية السلسية بس أنا أتمنى أتمنى في الفترة اللي جاية يهتم بالمواقف السابتة لأنه نحن كان عندنا مشكلة سنتين اللي فاته صحيح ما عندناش حتة يعني لو عملت إحصرية الأهداف من القورنر والحاجات السابتة والحاجات دي تلاقي أوليه قوي لا تناسب فرقة زي الناد الأهلي فلو اشتغلت انت عليها كتير الناد الأهلي يعمل إنتاج أعلى ليه؟ لأنه أكتر الفرق بتجيلك قوار فاولات على المنطقة لأنه على عيبته مميزين بيروغه كويس بيتلاعب عليه زون ديفنسي طول الوقت ففيه تخبيط عليك بيبقى متواجد فيه تخبيطه كده فهي دي المشكلة فاللي احنا عايزين نتكلم فيه أنه لازم يبص على حتة المواقف السابتة لأن المواقف السابتة دي هتخلص له ماتشات كتير طيب ما لعبش أنا بقول برضو وجهة نظر قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة ولعب التلات ماتشات في أستاذ الأهلي والسلام أعتقد أن هي وجهة نظر فنية جيدة لأنه هيلعب كل المبارات على أستاذ الأهلي والسلام والله يبص هو يعني اختياره الملعب الأهلي والسلام وطبعا ملعب الأهل الرئيس اللي بلعب عليه ماتشاته هنا ممكن يكون من التدريبات اللي بيعملها بتاعي يقولك أنا رايح لعبتي الماتشات هي الفرق التجيلي في ملعبي في مدربين آخرين في مدربين آخرين مثلا لو هو رايح يلعب في اتحاد من استيربي فكر أنه ألعب في ملعب خارج الملعب خارج ملعبي على أساس ياخده الإحساس لكن هو برضو بيتعامل مع فرقة كبيرة وفرقة بطل إفريقيا سنتين من ثلاث سنين الأخرانيين وصلين نهاء فيهم وعندهم خبرات كتيرة في الماتشات اللي خارج ملعبهم فما كانش بالنسبة له فيه داعي أنه يعمل لهم زي تعب فوق التعب البدني اللي هم شغالين فيه في التدريب والماتشات فلسه بقى أصفرهم ووديهم مكان بعيد شوية عشان يلعبوا خارج الملعب والكلام ده فهو ما كانش فيه حاجة من وجهة نظر وأنا أعتقد أنه سليم فيها أنه يلعبوا خارج ملعب الأهل والسلام فهي فكرة جيدة وزي ما قلتلك أفكار المدربين بتختلف من واحد لآخر لكن خبرات لعبة الأهل كبيرة تساعد أي مدير فني أنه يتعامل سواء يلعب خارج ملعبه أو ده